قرر وزير الشباب محمد النابلسي إعادة فتح المراكز الشبابية في المملكة بعد أكثر من عام على إغلاقها وقال النابلسي في تعميم صادر إنه يشترط لإعادة عمل المراكز تحويل الأنشطة الإلكترونية إلى أنشطة وجاهية مع التأكيد على الالتزام بعدم زيادة العدد عن 20 مشاركة كما يشترط اتباع وسائل السلامة العامة والبروتوكولات الصحية بالإضافة إلى أنه يطلب من القائمين على الأنشطة والمشاركين فوق 18 عاماً إبراز المطعم المضاد لفيروس كورونا أو أن يكون الشخص قد أمضى 21 يوماً على تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح